أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسول الله ركنية الحج في الإسلام الحج ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس كما في حديث سيدنا عبدالله بن عمر وفي حديث سيدنا جبريل الذي رواه سيدنا عمر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبارك وتعالى كما في سورة الحج وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وفي سورة آل عمران قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أيضا كما في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله وفي نفس السورة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج فرض بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ففرض مرة في العمر كما قال به صاحب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الحج فرض مرة في العمر أركانه وللحج أربعة أركان الأول الإحرام والثاني السعي السعي بين الصفاء والمروة والثالث الوقوف بعرفة والرابع طواه الإفاضة إذن هذه هي أركان الحج الإحرام والثاني السعي بين الصفاء والمروة والثالث الوقوف بعرفة اليوم التاسع منذ الحجة وقواه الإفاظة فهذه هي أركان الحج التي لا تسح الحجة إلا بها جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول وفيتبعون أحسنه أصلي على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين